الوقوف عند الأزمة المزمنة والمتفاقمة في ملف الطاقة الكهربائية في العراق وفشل الحكومة في حلها ينضم إلينا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبل دكتور يحيى مرحبا بكم يعني كما استمعت إلى التقرير ربما أشار إليه السوداني يفتتح محطة كهربائية وأيضا يقدم وعدا بوقف استيراد الغاز الإيراني هل نصدق هذه التصريحات دكتور؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين الكرام أخي الكريم حالة الضغط الشعبي التي واجهها السوداني وهذه الحكومة في ظل الأجواء الحارة التي يعيشها العراق والتي تصل درجات الحرارة في البصرة إلى 62 درجة مئوية وفي بغداد إلى 55 درجة مئوية ومتوسط ما يواجه العراق من درجات حرارة في كل محافظاته بحدود 50 درجة مئوية جعلت السوداني يطلق تصريحات غير دقيقة هو غير قادر على تحقيقها مطلقا لأن من كانوا قبله ومنذ عشرين عاما لم يستطيعوا تنفيذ أي من هذه الوعود مما يدل على أن ملف الكهرباء هو ملف سياسي بالرغم من الأموال الطائلة التي أهدرت على هذا القطاع فقد وصل ما تم بذله من أموال قيل إنها قد وصلت إلى الستين مليار دولار وقيل بأنها قد فاقت 73 مليار دولار في وقت إن دول كبرى مثل مصر ما أنفقت هذا الرقم حقيقة وإنما لم يتجاوز العشر مليار ولكن مصر الآن تصدر الكهرباء في العراق هذه الوعود الزائفة لا يمكن أن يأخذها المواطن في أي حال من الحالات على محمل الجد لأنها للاستهلاك المحلي ومن أجل الضحك على الذقون لأن السوداني لم يكن صاحب قرار في إعادة تشغيل محطات الكهرباء أو بناء محطات جديدة وإن الدولة العراقية أو الحكومة العراقية تخضع إلى توجيهات إيرانية واضحة في كل قطاعاتها لذلك لا يسمح للعراق ببناء أي محطة حتى لا يمكن الاستغناء عن الكهرباء التي تستورد من إيران ولا عن الغاز الذي يغذي بعض المحطات التي قامت بعد 2003 وأهملت محطات أخرى تعمل على النفط الأزود وبقية الوقود ولكن دكتور يحيى السوداني يلجأ لافتتاح محطة من الملاحظ يعني أنه يلجأ لافتتاح محطة كان قد افتتحها سلفه مصطفى الكاظمي كيف تفسر هذه الحركة هذه الفعالية؟ نعم وقد واجه حملة سخرية كبيرة من أبناء الشعب العراقي الذين يعلمون بهذه القضية أراد أن يضحك على الذقون وبأنه يعمل لإنشاء محطة وأنه يفتتع محطة ولكن لم يكن يتصور بأن العراقيين في ذاكرتهم كل ما يجري حول ملف الكهرباء لذلك واجه حملة سخرية شديدة من شباب العراق ومن أبناء العراق ومن بنات العراق في مواقع التواصل الاجتماعي وهذا العمل يدل على حالة الانهيار التي تعيشه هذه الحكومة أمام حالة الغليان الشعبي في ظل هذه الحرارات درجة الحرارة المرتفعة التي يعيشها العراق لذلك لم تقم الحكومة بأي إجراء طوال عشرين عاما لا يمكن اليوم للسوداني أن يفي بهذه الكلام والوعود خلال أشهر أو حتى سنة أو أكثر لأن إيران هي صاحبة القرار الأول والأخير في ملف الكهرباء وفي الملفات الأخرى ولكن دكتور هناك ربما من يخالفكم الرأي يقول إن مفاتيح أزمة الكهرباء أصبحت بيد السوداني بمعنى آخر هل يمكن لإيران أن توافق بالفعل بإفلات ملف الكهرباء منها وهي مستفيدة من الدولارات التي تأتيها من العراق يعني من أجل استيراد الغاز الإيراني للعراق هذا حقيقة لم نسمع به وكل مراقب سياسي أو مراقب للأحداث للمشهد العراقي لم تعلن إيران تخليها لا عن العراق ولا عن ملف الكهرباء الذي يعتبر أحد مواردها الرئيسية في ظل ما يسمى الحصار عليها أو العقوبات التي يقوم بها المجتمع الدولي عليها لذلك المجتمع الدولي وأمريكا هي من أعطت العراق لإيران ليكون هو متنفسها وهو المنطقة التي من خلاله يمكن أن تستفيد لتقويم اقتصادها ولتقويم وضعها في الداخل هي تعتمد على الخزينة العراقية وعلى الموارد العراقية في كل القطاعات إضافة إلى أن الكهرباء تعتبر من العوامل الرئيسية التي تصدر الغاز بثلاثة أضعاف السعر العالمي إلى العراق وكل يوم عندما يعلن رئيس وزراء سابق بأنه قد سددت ديون الكهرباء أو دفع فاتورة الغاز والكهرباء إلى إيران تخرج إيران إلى أنها تقول أنها ما زالت تطلب الأربع مليارات والست مليارات وهذا ملف الكهرباء لم تتخلى عنه إيران ومن يخالفنا الرأي عليه أن يذلي بحجته لنرى كيف تخلت إيران عن ملف الكهرباء لكي يقوم السوداني أو غير السوداني بإعادة بناء قطاع الكهرباء أو قطاع الطاقة في العراق فاتور يحيى في هذه الدائرة المغلقة التي يدور فيها العراق يعني لماذا تفشل المحاولات العربية والدولية لانتشال العراق من موضوع ومعضلة انقطاع التيار الكهربائي منذ عام 2003 وحتى الآن جرت تفاهم قبل عدة أشهر بين مصر والعراق والأردن بشأن مشروع الربط الكهربائي يعني ماذا تقولون في ذلك من وضع العراق في هذه الدوامة هو المجتمع الدولي أو القرار الدولي وإيران عندما استولت على العراق استولت بمباركة دولية وإقليمية وعندما وجدت حلاوة مليارات الدولارات التي تنقذها من وضعها البائس إيران لا يمكن أن تتخلى الآن عن العراق إلا في حالة وجود رجال وجهات وقوى وطنية تقف بوجهها من أجل أن تحد من نفوذها أو تقضي على أذرعها داخل العراق أما المجتمع الدولي والشرعية الدولية في بدايتها في بداية الاحتلال هي من دمرت الشرعية العراقية وهي من دمرت القطاعات العراقية وهي من سلمت العراق عن يد إلى إيران لتقوم ما تقوم به من عملية تخريب وتدمير وسيطرة كاملة على الأرض وعلى مفاصل الدولة العراقية والآن نجد هذه الدول الإقليمية أو غيرها تتباكى على وضع العراق في وقت هي من ساهمت في تسليم العراق إلى إيران ولا يمكن أبدا إفلات العراق إلا بمواجهة إيران ومواجهة نفوذها وأذرعها على الأرض العراقية من أجل خلاص الشعب العراقي ومن أجل خلاص الدولة العراقية من هذه السيطرة الكبيرة التي تقوم بها إيران رغم وجود مجتمع دولي وقوة احتلال أخرى مثل أمريكا ولكن إيران هي الآمر والناهي وصاحب القرار في العراق وفي ملف الكهرباء ولكن على المستوى الداخلي دكتور ألا يخشى سوداني من انفجار الشارع أصيغ السؤال بطريقة أخرى هل تعتقد في خضام أزمة الكهرباء هل تعتقد أن السوداني لا يزال قادر على منع خروج التظاهرات من جديد وبالتالي إعادة سيناريو التظاهرات تشرين الأول أكتوبر 2019 السوداني هو يعلم في حالة الانفجار والغليان الشعبي وإذا ما حدث انفجار فهو غير قادر على مواجهته ولكن هو يعتمد على الميليشيات الإيرانية وإيران في كل هذه التصرفات فهو لا حول ولا قوة لا فإذا انفجر الشارع فعلى إيران وميليشياتها المواجهة من أجل تثبيت السوداني أو المواجهة مع الشعب أما السوداني هو غير قادر مطلقا على المواجهة وإنما يعتمد على إيران في كل ما يجري على الساحة العراقية وهو كما أسلفت ليس صاحب قرار مطلقا وإنما هو شماعة ودمية تحركه إيران كما تريد عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقية الدكتور يحيى السنبول شكرا جزيلا لكم